السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين تشهي وتسوسوا نتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير ووصفة اليوم وجديد اليوم دائما الوصفة السهلة والبسيطة والسريعة هاد اللي قالت زوينين شي حاجة اللي كجي جديدة زوينين وسهلين وسريعين اللفطار او القوتي وبحال كلي عندو نوليدات صغر يعني كيد ديوهم احسن من دكش اللي كيد تشرا فينا انا عارفين شلوكين المهم جيت نشارك معكم عن الوصفة هذه ان شاء الله طادي تعجبكم وانا متأكدة لانها سهلة ما كتش دينها لوقت ولا مكونات ديو لها بساطين ومتوفرين في اي كوزينة وفي اي بيت ان شاء الله الى عجبتكم بقوا معايا نشوفوا المقادر وطريقة التحضير بسم الله على بركتي الله اول شي عندنا يا اربع كاس ديل ساندة انا ربع كاس فقط ونص قص ديال الزيت ونص قص الحليب يعني نقد الحليب قص الزيت باوتو تديرو كاس عامر وكاس ديال ساندة انا دائما من العادة ديالي من الوصفات اني كن قص ساندة عارفين هنا عندي واحد الكوشرة كبيرة او نص ديال النافع وملعقة كبيرة ديال بودرة الكاكاو عندي هنا واحد الصاشي ديال الفاني واحد الخميرة يعني كلكم تبين ديرو جه حمرين عندي نس كيلو ديال دقيق ونجد البيضات هادو هم المكونات ديال هاد القالط انا هنه مش كن خلط مزيان اه كان شديد الكازد المورينيكس ببيت فيه الزيت في مرة الزيت والحليب والسكر ديال هديك الكيمية ديال السكر بيضات غن دير بيضة كاملة والبيضة الثانية غن دير رغال بيضة ديالها ونخلي الاسفار هو بش غن دهن هاد القالط من الفوق يمكن لكم اغاني بليدة خلطه غير هي ملي كتطحن هكا في الكازد المورينيكس يعني بحال شكل الكيكا كتجي كتطحن مزيان وكتجي مزيان يعني كيجي الخالي تسائل اكتر من الليدين انا هنا راني مليت حانت زيت مع هديك الصاشي ديال الفاني بش يتطحن في المرة واحدة كب بيتهم اهنا في هاد الايناء هادي غادي نضيف هديك ملعقة كبيرة ديال النافع كيجي فيها زوين الماضاق دياله اهنا عندي انا الخمارة ديال خمسة عشر قرام يمكن لكم دير وجوج حمرين ديول 800 نخلط هذا كشي مزيان انا بقى نضيف دقيق شوي بشوي انا اهنا بالعبار عندي نص كيلو ديال دقيق ولكن مادرتوش كامل تقريبا بقات من واحد نص كاس تقريبا بحال كاك اللي بقالي ديال دقيق نخلط مزيان عادي يس من فاد القاليت يعني يمكن لكم اي وقت الفطور تحضر الفطور تفطروا به يعني كيدي ما كيشدش الوقت بزاف او فالكاس كروت بحال كابين ما تديري قاتاي تغيط ديري طايبي وديري فالفران يعني اللي سريع ما كيشدش الوقت بزاف بحال شي نوع اخر فهذا الشي ديال البريوش اللي كتبقى يدلكي وطوي وتعمري هذا ساهل مرة واحدة كتعجني كتكوري كتدخلي هالفران كيجو زوينين والداد بحال شكل ديال الحلوى ما كيجوش بحال شكل ديال القرص يعني رطبين كيجو شوية مقرملين اه هنا يعني والعجينة كتجمعليا كتافيت بهذيك الكيمية اللي قلت لكم ديال الدقيق انتم مش حال بقا تقريبا جوج الكوشارات صافيا بدان نجمع ديال عجينة ما كنخليوها لا ترتاح الوالو انا كنخليتها هنا بين مجبط اللاطة ديال فران دهنتها وحطيت ومباشرة بقيت كن ندير منهما كويرات كينو واحد طريقة عود ثانية مكلكم تدلكوها وتقطعوها بغايتم يجوكم ذاك شي مقاد وزوين وعلى خاطر يعني كوم يجوكم حال بحال كتقطعوه بشي مولي اللي دائري ولا اللي بشي فوم ديال الكاس وكيجوكم الحبات مقادين انا الصراحة درتو ما غير بيدي بحال كاكو ورز عجينة ما كتلسقش في اللي الدين ما هيش شي حاجة اللي قاسحة كتفرتت انتم ما كتشوفوه يعني كنكوروها عادي يا رطبة كيف ما بغينا الحجم اللي بغيتوه انا كبرت شوية درتو ما شوية كبارات ثم من بعد غم حطهم في اللاتو غلي نعود عود ثاني نضغط عليهم هاتش كل هذا طاوة ضروري راني مدهونة بالزيت لان ما في مش الزبدة يقدور يسققوا في فرام من الاحسن مش تفادوا مدهنوا بالزيت سوف يندير قويرة اخرى كتامكم تشوفوها حجمتو ما كيبقى لكم الاختيار انا قلت لكم مرة ذو كالنفع كيجو في مزوين كيعطي واحد لما ذا قزوين وبالنسبة للساندة كنا عود لكم مرة اخرى انا ردرت جوجك واشر فقط قلت لكم يمكن لكم يديروا كاس ديالساندة عامر وكاس ديالزيت وكاس ديالحليب انا لاني دائما كان قص في الحلويات من السكر دات فقط اربعة او اقل مربعة قلت لكم مزيانة بالنسبة لي مع اتيك هالحلي هنزيد في شوية ديال السكر او القهوة ديالي كتجين هي هاديك ومع هالكا كنمشيو كامل شما كنشوفو العجينة كيلي قدت لكم رأيها رطبة وزوينة كتمشي مع مراسقة ما حتى شي حاجة كنمشيو بهالطريقة هادي حتى كنكملو كامل هديك الكمية اللي عندنا هنا مني حطيتهم كامل مني كمت بدك نضغط عليهم واحد شوية كنزيد نسطحه بس ميجوش من فوخي لاننا احنا مغيناه هما درور غيت نفخو شوية ولكن ينمل احسن هاد العملية هادو بتكت حطيم كامل وقد عاودت ضغط عليهم واحد شوية بحال كان مغارب الصباع دي اللي يدين كيتسرحو وهنا هادك الصفر دي اللي كان اللي كنت خليت نزدت علي واحد تقريبا كوشار صغي وردي الحليب هادك الحليب علاش غير باش يدوب لي هاده الغابرة ديال الشوكولة هاده بودرة الكاكاو وكان خلط مزيان ما كيناش بودرة الكاكاو نسكافي ما كيناش نسكافي غير صفر البيض ببحده ارا هو كافي دائما كان العدي وباللي كين مشي ضروري الشرطة تكون هاد الحاجة يلا ما كانت شادي من دير شادي ارا اصلا هادش غير شوية ديال كيعطي شوية ديال اللون وصافي كي يبدل مرا غير صفر البيض ببحده اراه كافي كيعطي لون زوين داهبي انا غير عجبتني هاد الفكرة ديال كاكاو كيجيلون لهم شوية مغاير ومن بعد خديت واحد الفورشيت وبكات كن ندير بها هاد الشكل هاد الي كتشوفو يعني كنا نشرطها من الجنيبات بكلكم ديروا بحال عنا متزائد ديريكت خط من العرض وخط من الطول غير انا كنضرب من القنيطات بربعة وكيبقى لي الوسط ويمختيار يديروا غير هكا تموجوهم نيت بالفورشيت او يمشيوا كلهم خطوطة ويمطاريقة كيفما بغيت الشكل اللي بغيت ورا كيجيزوين ارا انا فضلت هادا صافيا ندير لهم هكا كلهم في الاخير انا يدرت لهم شوية زلجلان صراحة كيعجبني زلجلان كيتماشى مع المادا قدير حبت حلاوة والنافع ما كترت جيت غير شوية بشي بقابلين شكل ديالهم رشيت عليهم غير شوية دائما كيف العادة الفران نهائيا انا ما كنسخنوش من قبل حتى كنسالي كنخط اللاطة في الفران كنشعلي عليها لتحت الفران ديال الضو بحال بحال ديال الضو بحال ديال الغاز انا كنشعلي ليها لتحت حتى كنطيب لي الحلواء او الكارس او اي شي تنفخ عادة كنشعلي لي الفر يتحمر من فوق انا تقريبا 1-4 ساعة في الفران هاو الشكل ديالهم كيف كيجي طابوا تحمروا زوينين ريحتهم روعة وما داقهم رائعة وانا متأكدة غادي تحجبكم نتمنى ان شاء الله تجربهم حتى انتموا وينالوا الاعجاب ديالكم شكل ديالهم كيجي زوين يعني لكيكونوش مارطبين بحال شكل ديال القرص لانها غالط بحال شكل ديال الحلوة ديك شوية هشاشين ودك تقرميلة رائعين وما داقهم زوين نتمنى ان نكون فيتكم الى كتشاهدوني اول مرة ما تنسونيش من لي لايكات ديالكم والمشاركة وشكرا لكم بزف بزف على المتابعة وموعدنا في فيديو قادم